ما أن يأتي رمضان حتى يتدفقون لشراء حاجاتهم من السلاع والمواد الغذائية لكنهم سرعان ما يصطلون بنار أسعارها المشتعلة في قلب معادلة الحياة الضائعة نهبا لتجار السوق هنا في الجوف ليست الحرب وحدها من تغتال يوميات الناس لكن ارتفاع الأسعار وقلاء المعيشة تقتلهم أيضا فيها أسعار غالية وفيه الناس الضعيف ما يقدر يعيش الإنسان الضعيف ما يقدر يعيش لأنه ما يقدر يعني له ناس ناس هنا في البلاد وعندهم يعني ظروف قاسية والرواتب ما بش يعني رواتب حرب الأسعار هكذا يقول الشارع الجوفي الحاسر بنوبات الفقر وجشع التجار ولا مفر من موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم ليتجرع عذاباتك المواطنين في الزمن الذي ضع حقهم في الحصول على راتب يعينهم على هكذا معاناة الأسعار يعني لا دخلت أنت 20 ألف 50 ألف السوق ما خرجت منها ريال من ارتفاع الأسعار التغذية المواد الغذائية كل حاجة يعني مرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة شبح أثقل كاهل المواطن الغلبان وزاد من معاناته فيما يعلل المعنيون ذلك الارتفاع في أسعار المواد لأسباب أغمها الحرب واحتكار استجار الكبار للسلاع الغذائية يمكننا العملة طلعا العملة نزلا الدولار والسعودي يمكننا طلعا نزلا والله أعلم كيف العمل هذا من عندهم مبررات كثيرة لموجة أسعار ليست طارئة لكنها أكثر وقعا في يومية مواطنين حاصرت ملجغات في بلد بلا راتب فكان أنصار ضحايا لاحتكار واستغلال تجار الحربي شياطين السوق علي الجردي قناة بلقيس الجوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة